يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على شن هجوم على رفح الفلسطينية ومن جانبه أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي أن الحكومة تخلت عن المحتجزين قائلا إن عليها أن تفعل كل شيء لإعادتهم بدورها جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين اشتركوا في القناة